السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وبناتي طلاب الصف الثالث السنوي مرحبا بكم ده يا شباب اول فيديو عندنا في جروب الواتس بتاعنا اللي احنا عاملينه عشان حل كتاب جيم اللي هو ان شاء الله هيستمر معنا طول السنة بصوا احنا طبعا الفيديو الاولي ده احنا بنزلينه على اليوتيوب عشان نستعرف طريقة الشرح وطريقة حل الكتاب ازاي ولو حد حابب ان هو يكون معنا في الجروب ان شاء الله يستفيد احنا مسكين كتاب جيم وهو كتاب كويس جدا جايب اهم الجمل المتوقع وجايب المستوى اللي هو بيجي في الامتحان طبعا الكتاب عامل ميزة كويسة كل شرح درس جرامر بيجيب لك بعدي تدريب على الدرس ده بس وبعد ما بيخلص الجرامر بيبدأ يجيب لك تدريبات على اليونيت كلها فاحنا زي ما اذكرنا وزي ما عارفين في يونيت وان كان عندنا زمن اسمه زمن الماضي البسيط ناخد كم جملة كده على الباست سيمبل يلا يا شباب اول جملة بيقول لنا افيمس رايتر اسبيس زيز بوك لاست يير فيه كاتب مشهور كتب الكتاب ده السنة اللي فاتت هاسمع منك السنة تالتة عندك كلمة ده اللي اسمها لاست يير يبقى الكاتب ده روت كتب باست سيمبل ماضي بسيط الرومان احتلو بيطراء دي مدينة في الاردن تقريبا تقريبا من 2000 اجو منذ اجو كلمة دلع الماضي يبقى زي رومان احتلو بيطراء لما احمد كان صغير يا سنة تالتة هو كان بيروح للشاطئ كل يوم عارف دي ايه ابني ده دي عادة في الماضي ده احمد كان كل يوم بيروح هو صغير ادام الجملة عادة في الماضي اختار وينت اللي هي عادة ماضي بسيط احمد كان بيروح كل يوم كيف يجب تلعب مع اصحابك عندما كنت صغير في الماضي؟ اه الالعاب ده سؤال بيسأل الالعاب اللي انت كنت متعود تلعبها مع اصحابك لما كنت صغير في الماضي مستر احنا اخدنا في زمن الباست سيمبل لما اجسأل واحد حاجة في الماضي بجيب ددو المصدر يبقى كنت متعود تلعبها الاولاد فتحوا السنة دي وخرجوا الكتب خلي بالك دي حاجة اسمها احداث متلاحقة يعني الاولاد اوبن يبقى لازموا لها جماعة واخدوا الكتب يبقى لازم عشان تفرج على الفيديو ده وتستفاد منه يا سنة ثالثة لازم تكون تابعتنا وتفرجت على الفيديوهات بتاعة شرح يونت ون عندنا جرامر بتاعة زمن الماضي البسيط موجود على القناة موجود على الابليكيشن اتفرج على شرح الدرس وبعك اتابع معنا الفيديوهات دي طيب تاني زمن كان موجود عندنا في اليونت دي زمن الماضي المستمر برضو عندي تدريب كده بسيط على الماضي المستمر اي اس بيس ابوك وين ماي فرينت ارىيفت انا كنت بقى ارى كتاب لما صديقي ارىيفت وصك خليبا لك انا كنت عمال ارى كتاب انا كنت عمال ارى كتاب وين ماي فرينت ارىيفت يبقى ادي وين ادي باست سيمبل ماضي بسيط يبقى ووز ريدين باست كنتينوس ماضي مستمر اي وز ريدين طارق اس بيس دينار ات سيفن بي ام يستر دي طارق كان بيت عشة الساعة سبعة مبارح وانا بشرح الجرامر دا سنة تالتة قلتلك لو لقيت يستر دي الوحدة بنختار باست سيمبل ماضي بسيط انما لو جي معاك كلمة اسمها اول دي يستر دي طول اليوم مبارح او يجيب لي الساعة سبعة الساعة تلاتة يجيب لي ساعة محددة يبان بارح طاري الساعة سبعة اوز ايتن كان بيكن انا اول مرة كتبت قصص وقصائد لما كنت في برايمار سكول طيب يا جماعة هنا مفيش استمرارية انا اول مرة كتبتي باي فرست رود باست سيمبل نكمل اي ريتيرنت هوم انا ارجعت البيت دا ماضي بسيط والدتي بتحضر الغداء خلي بالك هي القعدة اللي بيجي بعدها ماضي مستمر وقابلها باست سيمبل اللي هي قعدة ويل طب مستر انا عندي ويل مش موجودة في الجوة هي ويل بتسوي as وجست as وبرده تسوي وين باختار كلمة وين اي دينت انصر زفون انا مردتش عالتليفون ليه بقى يا سنة تالتة اصلا انا كنت بصلي ودي الجمل وانا بشعلك الجرامر قلتلك ان انا عندي جمل في الدرس دا الجمل دي ما لهاش قعدة انا هنا يا شباب ما عنديش قعدة انا عندي معنى هو انا ليه مردتش عالتليفون اصلا انا كنت بصلي يبقى وهو سبريين كنت بصلي طب نخش عالدرس التالت اللي كان موجود عندنا في يونيت وان اللي هو زمن زمن الماضي التام قعدة افتر ويل وين ما تفرجش عالفيديو دا اللي ما تكون تفرجت عالفيديو بتاع شرح الماضي التام وتمسك كتاب جيم لوحدك اللي عايز تابع معنى عالجروب ان شاء الله وتحاول تحل الاول لوحدك وبعد ما تحل لوحدك تفتح الفيديو دا وتتفرج عالجمل وتدي نفسك درجة وشوف اخطائك ماشية زي هنا we ordered our food after with space at the restaurant ميستر انا عندي هنا يا شباب احنا طلبنا الاكل بتاعنا بعد ما احنا افتر قعدة افتر عايزة past perfect ماضي تام وقابلها past simple ماضي بسيط يبقى هاتساد جلسنا as soon as بتسوي افتر as soon as i space a story i started the next one يبقى as soon as i had finished ماضي تام ماضي بسيط we got very wet because we not have space to take our umbrellas ميستر الجملة دي مفاش قعدة او ميلا ميستر حلها ازاي بالمعنى احنا اتبلينا في الماضي اصلي احنا كنا نسينا يبقى نسينا الاول يبقى الحدث الاول يبقى احنا هاتف رجوتنا شباب نسينا what did you do after طبعا هنا بيضحك بها على الطلبة الناس اللي مش مركزها الطالب العادي اول ما ليه افتر يفرح الحمدلله ماضي تام روح مختار هاد ليفت فين بقى الشراطر هنا فين اللي مركز دي سنة تالتة ده افتر هنا جاية من غير فاعل وده ما افتر جاية من غير فاعل يبقى افتر leaving energy when i space at the station or the station the train lift i could it لما انا وصلت المحطة القطر ماشي فالحقته لازم تركز في ترتيب الاحداث اللي حصل اول انا وصلت اول محطة يبقى انا وين ايهاد ريتشيد لما انا وصلت المحطة زاترين ليفت القطر ماشي طب كده احنا خلصنا الجزء اللي هو خاص كل درس الوحده قدى بقى يا شباب اخش على الجزء بقى اللي هو مين اللي هو انت جيب لك التلت ازمينة مع بعض تدريبات التلت ازمينة مع بعض زي ما قلت لك كتاب جيم فيه ميزة حلوة انه هو ببدأ الاول يجيب لك جمل كتاب المدرسة واللي جات في النص التيكست بتاعه كتاب المدرسة دي جمل كويسة جدا بعد كده يجيب لك هو بقى تامريناتو للكتاب مألفة دي برضو حاجة كويسة جدا وبيختم بجمل اللي جات في امتحانات سنوية عامة يبقى انت مش محتاج تبص الحاجة برا خلاص انا كذا بط حالي ومعايا شباب الدنيا ماشية ازاي يلا سنة تالتة مع بعض كان سمي الله يا ابني لو انت مذكر جرامر يونيت وان وعندك كتاب جيم في البيت هتقعد تحل الاول التدريبات دي وتتفرج لي بقى على الفيديو ده وتشوف اجاباتك مشيت ازاي hen i space my homework my sister was helping my mother لما انا كنت بعمل الواجب اختي كانت بتساعد والدتي ركز في الكلام ده وانا بعمل الواجب لاني وين دي تحيرني ده وين دي بتيجى مع ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي بسيط ماضي ثان يبقى لازم اترجم الجملة when i space my homework وانا بعمل الواجب اختي كانت بتساعد والدتي يبقى هنا اختار كنت بعمل مستمر مستمر وانا كنت في البيت راجل خبط على الباب وطلب مساعدة وانا بشرح الجرامر ده سنة ثالثة قلت لك الجملة دي مشكلة مشكلة للطالب اللي مش بتأسس اللي هو اول ما يلاقي ويل ايه ده ويل عايزة مستمر روح مختار ووز بتقوله تعالى بقى ووز بينج ازاي ما الميستر هو بشرح قال اني فير بيتو بي مايجيش مستمر يبقى ويل ايوز بس لاني فيش عايز ما ايوز بينج اي دينت ريتيرن هوم انا مرجعتش البيت انتل ده فيه قاعدة انتل وحنا حافظين انتل لما بتيجي في النص هيا اسمع منك مستر قبلها باستك سيمبل ماضي بسيط منفي يبقى عايزة بعدها هاتفينيش دي ماضي تا ويس بيس نيرا سوبر ماركت احنا عايشنا جنب سوبر ماركت بيفور ويموف تو زيس هاوس انا عايزك وانت بتخلي سنة تالتة اول ما تلاقي قاعدة يا ابني زي قاعدة بيفورة هي تسأل نفسك بيفورة عكس افتر يبقى جي بعدها ماضي بسيط يبقى عايزة قبلها ماضي تام اللي هو فيه هات طب دي ما تنفعش دي ما تنفع اه هنا فيه هات بس لجي لغبطك قالك هات بين ليف ده الجملة كده مستر لا ده دي مش مظبوطة ده ده مش ماضي تام يبقى كده بيفور في الجملة وما فيش ماضي تام يبقى المستر هو بيشرح قال ان ممكن اي حاجة في قواعد الماضي التام تيجي ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى احنا ماضي بسيط بيفور ويموف تو زيس هاوس لما وصلت المحطة زا ترين اس بيس القطر كان مشي عشان كده خلي بالك انا لما وصلت كان هو مشي خلاص يبقى هو هاد ليفت اي وانس انا يعني كنت سبيس نيوز بيبر افري دي متعاوض اقرأ الجرنان كل يوم ناو دلوقتي اي دون هافزة تايم ما عنديش وقت يبقى انا يوز دي توريد كنت متعاوض اقرأ يوز توريد واي سبيس وان ستوري وانا بخلص قصة اي وز بلانينج زا نيكيست وان قاعدة واي لشباب ايزا بعدها باس تكون تنوص ماضي مستمر ودى النحى التانية ماضي مستمر يبقى ويل اي وز فنشينج وانا بخلص في كصة في نفس الوقت كنت بخطط للكصة اللي بعدها اي سبيس ماي لست نوفر سيكس تايم بيفور اي وز هابي وز ات ميستر قال لي اول ما تلاقي القاعدة هنا قاعدة مين بيفور جي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط اسمع منك يلا بيفور عكس افتر يبقى عايزة ماضي تام اقول لك ممتاز يا ابني يبقى هاد اتشنجد خلي بالك دي مع المصدر يبقى دي ود مش هاد يبقى هاد اتشنجد اي وز ريدن جاء بوك وين يو سبيس مي انا كنت عمال ارى الكتاب وين يو لما انت اتصلت وين يو فوند مي شي سبيس اتو مي ويل اي وز ريدن سان يو سبيب قاعدة ويل هي اعطتني هذا الشيء وانا عمال وز ريدن يبقى هي شي جيف لان حدث اطاعت تاني اسمع منك القاعدة مستر افتر اهي معينيك على طول هاد سين اقولك انت كده ممتاز افتر ماضي تام يبقى عايزة تليفونت ماضي بسيط بايزة طايم لها قاعدة بايزة طايم عكسة افتر بتسوي بفور ادي ماضي بسيط يبقى انا عايز ماضي تام يبقى هاد هاد ماضي تام احنا عارفين هاد هاد ماضي تام اي هاد جاست فنيج ادي الماضي التام جي تمام لسه مخلص doing the exercise when my father يبقى لازم return لازم ماضي تام يبقى ماضي بسيط while I was playing football وأنا بلعب كرة ice base يبقى I feel وأنا بلعب وقعد خلي بالك as on as بمجرد ما we arrived at school أول ما وصلنا للمدرسة the first lesson أول درس بدأ أنا عايز أقول لك سنة ثالثة إن 90% من الطلبة بيحلوا الجملة دي غلط الناس أول ما تلاقي as on as هو في دماغه دي بتاعت ماضي تام روح مختار head began الشاطر مستر لا ما هي as on as دي عامنا زي after يعني أنا لو عايز أجيب ماضي تام كنت جبتها بعدها هنا ماضي تام إنما هنا ما جابش بعدها ماضي تام يبقى أنا قلت لك ينفع ماضي بسيط ماضي بسيط مفيش فارق زمني أول ما وصلنا الدرس بدأ يبقى بيجان بس ماضي بسيط يستر دي ولا عندي جمعة جملة بتقول نشوف أول جملة كيف بدول فيه what space when I called you جملة دي مشهورة قوة جمعة كنت بتعملي لما أنا اتصلت بيه you sounded very busy كان شكلك مشهور كنت بتعملي سيغط استفهام what were you doing يبقى what were you doing كنت بتعملي لما أنا اتصلت بيه I space my own computer for three years before anything went wrong with it قاعدة بيه فور الطالب الشراطر قادي بيه فور قادي وينت ماضي بسيط فين الماضي التام يبقى هاد هاد ماضي تام it was dark الدنيا ظلمت ماشي when we reached the beach ليه بقى لان الصن is based down هاد ديها كالظلمة لما احنا وصلنا لان الشمس كانت غربت يبقى الشمس دي هاد جن الأولى ويل بينما ويل بينما she was doing her homework وهي بتعمل في الواجب my sister is based to music كانت بتسمع موسيقى خلي بالك هنا محدش قطع التاني ده هي بتعمل الواجب كانت بتسمع يبقى was listening حدثين مستمرين في نفس الوقت yesterday evening امبره بالليل احنا كنا بنراجع ركز بنبقى معنا الجملة كنا بنراجع for our english test when all the lights went out يبقى كنا بنراجع we're revising my mother made me a cake it is based of lemons نفس الكلام الطلبة كلها هتشوفي الجملة دي من غير ما يقرأ وترجم المعنى كله بيختار had tested انما الشاطر بيفرق السنة تالت الشاطر جماعة بيريع لان في جمل معتمدة على المعنى انا والدت عملتلي كيكة يبقى عملتلي كيكة الاول طعمها طعم لامون ما ينفعش had made اصلا had made يعني كان في الاول لا يبقى هي كان tested بس after mona ادي قاعدة افتر ودي had played يبقى شي يبقى هي البيت طبعا بست simple ماضي بسيط طب نخش على تمرينات جيم نفسه first اول حاجة she noctu unza dour خبث على الباب بعد كده يبقى طبعا ميستر بقول لك مواقف متتالية يبقى وينت ويل يوسف قاعدة ويلة ميستر عايزة بست continue ماضي مستمر بينما يوسف مستني يبقى was waiting اقول لك صح we don't live in asute now احنا جماعة مش عايزين في asute دلوقتي بس احنا عيشنا there for or there for 30 years يبقى احنا لفتر ماضي بسيط his best home as soon as he had seen his brother of the airport قاعدة as soon as يبقى عادة had seen ماضي تام زي افتر ماضي تام ماضي بسيط يبقى هو returned ماضي بسيط عشان as soon as زي افتر سامح هذا accident as he سامح عمل حادثة as بتسوي بينما هو بيعبر يبقى كلمة اسمها was crossing بيعبر alice father went to prison because his best into debt abo ali ده راح السجن لانه كان ويع في ديون قبلها كان ويع قبلها يبقى هات got is best yesterday or several days ago هي الحادثة حصلت ago ماضي يبقى did the accident happen الاولى while she was waiting for the train وهي مستنية القط she not a handy bag under a pinch وهي مستنية لحظة يبقى noticed ماضي بسيط after i finished school بعد ما خلصت مدرسة i's based english literature at university لا ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى كلمة اسمها studied ماضي بسيط يلا شباب بيقولك اول جملة عندي هنا بصك يا جماعة يلا اول جملة بيقولك فيها ايه as the goalkeeper was running as the goalkeeper was running and the goalkeeper بيجري كده forward to see the pole something or something is based him on shoulder يبقى يعني خبط they spent the bridge when i was here هما كانوا بيبنو في الكبري دا لما أنا كنت هنا they haven't يبقى كانوا بيبنو يبقى وير بلدنج المعنى هما كانوا بيبنو i had finished my work before before من غير فاعل يبقى leaving ing ing طيب at the age of seven في سن السابعة my parents is based me to jordan وانا زمان يبقى they took me اخدوني للاردن where did you السؤال اللي فيه عايز مصدر يبقى يوز بعدها she started بدت شغلها لما هي head put ماضي تام is based the letter after الجملة فيها after وجاي بعدها ماضي تام يبقى عايز ماضي بسيط وسؤال يبقى did you post تام the house the house next to yours البيت اللي جنبك ده وصفله policemen كان مليان برجال الشرطة and the police took yesterday هما كانوا بيعملوا ايه بس انا بسأل كانوا بيعملوا ايه يبقى كده شباب what where is they doing كانوا بيعملوا ايه ماضي مستمر buy the age of five اي حاجة فيها buy دي عايزة ماضي تام يبقى had learned ماضي تام space the storm اثناء العصفة او بعد العصفة mini streets were covered يبقى بعد العصفة يبقى after the storm hardly بتعمل حاجة اسمها صيغة استفهام ما قص بجيب had قبل الفاعل وفي النص كلمة when يبقى hardly had he read having عايزة بعدها تصريف ثالث يبقى having obtained having obtained احمد the car was hit by a driver who's based at mad speed دي الجمل اللي جات في سنوية عامة قبل كده وده اللي تهميني بقى عشان تأكد ان انت فهمت الدرس عربية احمد اتخبطت بسواء who's driving can be so who's driving can be so at mad speed مونة didn't send the message to her father until i until موجودة didn't ماضي بسيط من في يبقى had written ماضي time had written president sadat الرئيس sadat دا diet mad in 1981 before that our army قبل كام دا جيش نا عبر the swiss canal in 1973 يبقى جيش نا طبعا كان had crossed mad day as my mother was exhausted she fell asleep while watching the film having having done no sonar no sonar no sonar had we heard no sonar and had been traveling the ing is used to i turned off the light before no by the type mad basit mad 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 had memorized eyes based visit the pyramids every month when i used i used to visit كنت متعود as all طبعا يا شباب رب يكون استفدتوا بالفيديو ده زي ما قلنا ان شاء الله يا شباب اهنا عندنا شرح المنك تماما وكامل موجود على الانجليزية للسنوية العامة ده موجود على جوجل بلاي في شرح كل يونيت فيها الشرح وفيها المذكرة وامتحان اونلاين كل كان مجمع معمول في شغل كويس جدا على الابليكيش وعملين دلوقتي جروب واتس للمتابعة الجروب ده ان شاء الله هنحل فيه كتاب جيم كله سنة كلها ان شاء الله فربنا يسهل تبقى حاجة كويسة وتستفدوا منها ان شاء الله فكل صنع طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركيش